إذا ورف السبب للكاتب الصحفي أسامة عبد الماجد العقود المليارية يبدأ أسامة عبد الماجد بالحديث عن هذه العقود المليارية ويستهل أسامة زاويته بالقول قبل سنوات قلائل ضجت مجالس المدينة وليس مواقع التواصل الاجتماعي بما يسمى بالعقد الملياري لمدير سوق الخرطوم للأوراق المالية قامت الدنيا ولم تقعد بالمرتب والامتيازات التي ينالها المدير وكان الأمر تحت السمع وبصر وزير المالية حينها علي محمود يواصل أسامة عند النظر للمبلغ بالدولار فهو يتجاوز الألف بقليل ومدير بنك آخر راتبه يتجاوز العشرة آلاف دولار ومدير سابق لبنك مرموق وطيح به مرتبه فوق التوقعات ولا داعي لذكر الرقم حتى لا يصاب البعض بسكتة قلبية يمضي أسامة عبد الماجد بالقول أشاهد أن الموطوع الذي يستحق النقاش هو الجهات التي تصمم تلك العقود وتفصلها في أحيين كثير على مقاس المسؤول الذي هو غير ملائم طالما كل شيء بالقانون كثيرا ما أسأل نفسي أين المستشار القانوني للمؤسسة المعنية؟ الذي هو عين وزير العدل في تلك المؤسسة؟ ويستمر أسامة عبد الماجد في التساؤل وأين المراجعة الداخلية بالمؤسسات؟ ولماذا لا تقف حجر عثرة أمام أي تجاوزات؟ احترمت جدا المراجعة الداخلية بوزارة النفط والتعدين في قطاع التعدين التي رفضت تمرير توجيهات مالية للمدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية لجهة عدم قانونية تعيينه ويختم سامة بالقول لو كان منسبو المراجعة العامة المنتشرون بالوزارات والمؤسسات يؤدون دورهم على أكمل وجه لما كان تقرير المراجع العام كل عام مخزيا بتلك الصورة ويحوي أرقام صادمة وذات الأمر ينسحب على المستشارين القانونيين بمرافق الدولة في حين كثيرة استغرب أين درس هؤلاء؟ القانون